الشهر رمضان وفّلت فيه عوامل إيجابية تتوفّر فيه عوامل إيجابية تهيّ لماذا يكسب التقوى للطاعة لإكبار الطاعة مفارقة معصية لفتاح النفس على احترام عوامل الله ونواحي والاستفادة من مواعد الشهر الكريم ما هي هذه الأجواب أولها وأحمها ما طفحت به الأحاديث من كون هذا الشهر شهر الرحمة وشهر تغلّ فيه الشياطين إلى آخر ها حاديث موجودة أحاديث مليئة بماذا؟ ببيان أوصاف خاصة وأجواء خاصة مهيئة مهيئة للنفوس وفاتحة لأبواب النفوس على طاعة الله عز وجل ومجانبة معصية هذا عامل إيجابي كبير لا يتوفّر مثله وإن كانت نحمد الله تضللنا دائما لكن فيما يبدو من الأحاديث أنه ماذا؟ أن هذا جو خاص لا يتوفّر مثله في سائر أشوف فهي أجواء مهيئة إلهياً من صناعة الله عز وجل ومن لطف الله فماذا تظن فيها؟ الكمال أو النقص أو شكل الكمال فيه تيتجوه الطعم ورفق العوائق والأغلال